اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكم انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات فيه صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بيعرف الساعة بالدقة او ما بيعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لالك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11 سبعة لغاية مساء يوم الاثنين 13 سبعة بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس منزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم اتناعش الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم خمسطعش الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا ويوم خمسطعش الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم خمسطعش الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تاخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بيكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بيقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة في زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض ايام في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بنوخذ اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوص ضعيفة الشمس منتحس صحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزاوية زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس والمشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام من قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انو هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انو اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصدقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس رح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا ايشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل للكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الحوت طبعا اول اشي رح نحكي عن الشمس وعن عطارد الاثنين منتحسات واحد بسبب تواجده بالسرطان واحد بسبب تراجعه برضو بالسرطان وبسبب الزاوية برضو التقابل اللي رح تتشكل مع بلوتو مع المشتري ومع زحل فعشان هيكي بنقول لك اول اشي لانه هو البيت الخامس فمنقول لك دير بالك انك تحاول تفرض سلطتك او رأيك او تتحكم باحبك ان كان حبيبك غراما وان كان حبيبك ابنك وان كان حبيبك احد الوالدين ما تفرض سلطتك بالفترة هاي لانه ممكن تخسرهم او تخسر احد الاطراف اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الموجود الزهرة فهي بتدعمك على مستوى الامور العقارية والامور البيتية والامور العائلية بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة وبرضو بتحملك بعض المفاجآت اللي الها علاقة بمناسبة معينة او فرحة معينة ممكن تدخل عليك على البيت اما بالنسبة لبيتك احد عشر فطبعا الجدي يعني هنا بلوتو والمشتري وزحل اللي بيتراجعوا بحال سلبي وبرضو زوية التقابل مع الشمس فمن قلك ما تحاول تفرض سلطتك على احد الاصدقاء وما تحاول تتحكم باصدقائك ولا تحاول انك انت تفرض رأيك عليهم بصورة انت شايفها صح وهم غلط فالفترة هاي ممكن تخسر احد الاصدقاء او ممكن يصير خلاف ما بينك وبينهم بحجم كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا المريخ فعشان هيك بدفعك في الامور المالية اما انك انت بتمسك ايدك الزيادة عن اللزوم وبصير تحسب كل جرش وبعدين اخرش بتيجي على راسك او انك انت بتبذر الفلوس هاي بطريقة غير مدروسة وبرضو بتيجي على راسك فعال حالتين بدك تنتبه حاول انك انت ما يعني تتحكم او تخلي الامور المالية هي اللي تسيطر عليك بالفترة القادمة اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا نبتون نبتون اللي بيزرع نوع من انواع المخاوف والقلق والشك والغيرة والامور اللي لها علاقة برضو بالوساوس انه مش مكتمل مكتمل زبط ما زبطش بيزبط معي ما بيزبط معي فهي الخربطة كلها تقريبا من نبتون لانه بيخلي فيه تقلب على المستوى الشخصي عندك اما بالنسبة للبيت الثالث طبعا اورانوس الموجود فيه فهو اللي بيحملك مفاجآت او اتصالات مفاجئة او تنقلات مفاجئة او امور او قرارات مفاجئة طبعا عادة هذا الكوكب دائما ما عنده وسط يا اما بتكون القرارات لصالحك بالكامل يا بتكون ضدك بالكامل وبتفشل فيها فعشان هيك قبل ما تتخذ القرار دائما اي قرار بدك تراجع حالك وتذكر اورانوس موجود فعشان هيك ما في حل وسط بابين الامرين وخصوصا عند اتخاذ القرارات ماشي خلينا نروع على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف حركة القمر ايش رح تعطيك بالفترة القادمة طبعا من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود عندك بالحوت فعشان هيك الفترة هاي يعني بتنشحنوا بطاقة ايجابية عالية جدا فترة ايجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع او خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق الفترة هاي بتحملك خبر سار من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير في الحمل فعشان هيك بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم ممكن يسترد مال بعود له او يحصل على هدية لا تضيع الفرص ووظف طاقتك الذهنية والفكرية والبناءة يعني لوضع حد للتساؤلات ناقش بوضوح وتجنب الالتباسات من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الثور فعشان هيك بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اهم مش انك تكون عنصر ايجابي وما تتسبب بالنفور لمن حواليك ممكن تتفهم الاخرين حاول انك انت تبقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولة السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم من صباح يوم الخميس يعني ذو لغاية الايام مات ليها القمر بصير موجود بالجوزاء فعشان هيك بتنهمكوا بامور الها صلة بالبيت والعائلة اهم مش انك ما تتهرب من المسئوليات وان كثرت نظم وقتك بشكل جيد وكي تتفادى اي تقصير ما تبخل على العائلة بالعطف والنصائح حاول ان الفترة هاي مناسبة للارتباط وممكن تشعر بالانزعاج او القلق حول مسألة شخصية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء